ده كان موضوع مهم جدا عايز اكلم فيه مع حضراتكم على الرغم من النهاردة انا مش عايز اتكلم في اي حاجة عندي كلام كتير وعندي مواضيع كتيرة جدا ولكن انا عارف كل جمهور النادي الاهلي ينتظر شخص واحد فقط هو محمود حسن تريزيجي محمود حسن تريزيجي ولو سمحته احكي لحضراتكم بس قصة بسيطة جدا حصلت في العشر تيام اللي فاتوا اول اما ابتدينا نتكلم مع نجم النادي الاهلي السابق ونجم النادي اسطن فيلا الحالي واحد من اللاعبين العالميين اللي بنفتخر بيهم كلنا كمصريين الحقيقة يعني الواحد النهاردة انا شايف الناس كلها قاعدة بتتصور مع تريزيجي ومبسوطين جدا بوجود تريزيجي وقد ايه الناس شايف ان ده لعيب عالمي الحقيقة بيوري للعالم كله ان مصر عندها مواهب كبيرة جدا 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 محمد صلاح موجود انني موجود ايضا محمود حسن تريزيجي وحتسمعوا نهاردة مفاجئات من اسطن فيلا نفسهم الناس اللي موجودين في اسطن فيلا هتسمعوا الكلام اللي بيتقال على المثال المصري الرائع محمود حسن تريزيجي فانا هحكي لحضراتكم اه احكي لحضراتكم ايه اللي حصل مع محمود حسن تريزيجي خلال العشر تيام اللي فاتوا كلمنا مع تريزيجي وكنا بنطلب منه انه هو يتواجد في القناة طبعا احنا عارفين ان الفيزيتة بتاعة اللاعبين العالميين بتبقى فيزيتة عالية شوية فالمهم اتكلمنا مع تريزيجي وروحنا وجينا معاه في الكلام مش مع تريزيجي معه وكيله طبعا نادر شوقي واتكلمنا معاه وروحنا وجينا وروحنا وجينا وروحنا وجينا في الكلام لغاية لما وصلنا الرقم نادر وافق عليه وبالطبع اكيد تريزيجي كان وافق عليه في الوقت ده ولكن انا في وجهة الحقيقة بمكالمة من تريزيجي بيكلمني وبيكلم احمد عويس رئيس التحرير وبيقول له يعني أولاً أنتم بتتكلموا في إيه هو أتريباً ما كانش عارف كل الكلام ده كله وكان نادر هو اللي بيتكلم في هذا الأمر فترزيجيه لما عارف الحقيقة قال كلمتين قال كلمتين والكلام ده أنا بقوله ولازم أقوله لكل الأجيال القادمة في النادي الأهلي قد إيه الاحترام وقد إيه الأدب وقد إيه الأخلاق وقد إيه احترام وحبه الجمهور النادي الأهلي ولإسم النادي الأهلي تريزي جي قال كلمتين قال يا جماعة أنا جاي في قناة النادي الأهلي ومش عايز أي حاجة غير من أننا أطلع وابقى موجود مع جمهور النادي الأهلي هما دول الكلمتين اللي قالهم تريزي جيه والموضوع تقفل وأصبح تريزي جيه ضيفا عزيزا على جمهور النادي الأهلي من خلال البيت الكبير موضوع مهم جدا كنت لازم أقول لحضراتكم علشان تعرفوا الفارق الكبير ما بين التربية الأصيلة الحقيقة والإنسان الأصيل وحب النادي الأهلي بالفعل وليس بالكلام وتريزيجية الحقيقة وإحنا بنتكلم معاه أول حاجة برضو من الحاجات اللي قالها قالك اللي أنا فيه ده كله اللي أنا فيه ده كله ده فضل النادي الأهلي علي فضل اسم النادي الأهلي علي أنا لو ما كنتش لعبت في النادي الأهلي ما كنتش زماني موجود في هذه المكانة العالمية فريق من كبار الفرق أو من وسط الفرق في الدوري الإنجليزي وبالتالي احنا بنتكلم عن شخصية محترمة جدا شخصية تحب النادي الاهلي من قلبه من قلبه من قلبه يعني كلام يستحق الاحترام ويستحق الحب فانا الحقيقة بشكر تريزيجي جدا 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 باسمي وباسم كل الموجودين وادارة القناة وبشكر تريزيجي وانا عارف ان حضراتكم هتشكرونه النهاردة على التليفونات او على الهاشتاج اللي احنا عاملينه النهاردة عاملين تريزيجي في البيت الكبير تريزيجي في البيت الكبير اي سؤال حضراتكم عايزين تسألوه للنجم العالمي محمود تريزيجي بعتوا كل اسئلتكم على هاشتاج تريزيجي في البيت الكبير كالعادة وانا متأكد وعارف ان حضراتكم دايما هتبقوا دايما في المقدمة مع جمهور النادي الاهلي يكون في المقدمة دائما مع العالمي الكبير الحقيقة الكبير باحترامه وباخلاقه وبحبه واحترامه اخلاقه وحبه للنادي الاهلي ولنفسه قبل اي شيء تاني حتلا